اه باتكلم على الاغذية اه وازاي من ايه اجهزة استشعار ايه وازاي بحط اجهزة الاستشعار من اولا ما بدأنا الكورس واحنا قاعدين نقول المواد النانومترية واجهزة الاستشعار طيب اجهزة الاستشعار دي بتستشعر ايه بتستشعر تلف الاجهزة لو ايه الاغذية لو تعرضت لاي مايكروب لو تعرضت لاي بكتيريا لو تعرضت ارتفاع في درجة الحرارة ببتدي اشم ريحة مش كويسة بشم ريحة حموضة بشم ريحة عفن تمام فانا محتاجة اعرف ازاي المستشعرات دي بتشتغل باستخدام المواد النانومترية ويا ترى هي بتتكون كمان من ايه تمام فخلينا نقول مقدمة سريعة كده ان منظمة الصحة العالمية في اللي هي اسمها ال WHO تمام في عام عشرين عشرين قالت ان كل عشر اشخاص بيمرضوا بالامراض بالمنقولة عن طريق الغذاء او بيتسمموا عن طريق الغذاء نتيجة ايه نتيجة لتكون فيروسات او فطريات او وطفر حموضة على الطعام فكل ده بيسبب تلف للطعام تمام فقال لنا ان من كل واحد من كل عشر اشخاص بيبقى عندهم مشاكل او ارتفاع في درجة الحرارة او بيجي لهم الحمى او بيجي لهم الاسهال او كلام ده بسبب الامراض المنقولة من الغذاء تمام طيب اه بالامراض المنقولة من الغذاء نتيجة ايه نتيجة لحضوص حموضة نتيجة لارتفاع في درجة حرارة الغذاء ما مقدرتش يسيطر عليه ويمكن احنا كستات نعرف في الموضوع ده اوي ما تيجي تشم كده الاكلة يقول اكده حمض حمض ايه السبب في الحموضة ارتفاع درجة الحرارة فقدت الى تغير اللون والطعم والريحة تمام مش بس كده ممكن يكون بيتعرض لي بكتيريا او ويروسات تمام يبقى لازم السلامة سلامة الغذاء لازم اتطمن على سلامة الغذاء وصحة الغذاء قبل ما اوديه للمستهلكين تمام طيب ايه هي في عندي طبعا طرق تقليدية كتير جدا كانوا بيستخدموها قبل كده زي مثلا عايزة خزن بسلة فحطها في كيس وعينها في الفريزر وبعد كده تطورنا شوية بدل ما كنا بنستخدم فريزر التلاجة لده انا نجيب ديب فريزر عشان نبتدي اننا نحفظ فيه الحاجة وما نفتحش عليها فانقدر نحفظ عليها لفترة طويلة تمام طيب بما ان انا هعمل مراقبة للاغذية وسلامة الغذاء عشان اتجنب التلف بتاعه كان من ضمن التلف قبل كده كنت بقول لازم الخواص الميكانيكية لما اجي ارمي الكاراتين من على من على العربية او الجاز اللي بينقل لي او جاز النقل بتاعي كنت دايما بقول حافظ على الخواص الميكانيكية ما ينفعش انها ارمي الكاراتين والكاراتين تتفتح او او يحصل لها انفجار او او تمام طيب فبالتالي من ضمن الخواص الميكانيكية دي ان انا يكون عندي تغليف كويس طالما التغليف كويس هحافظ على الخواص الميكانيكية دي ففيه تغليف اسمه التغليف الزكي اللي هو السمارت كوتينج السمارت كوتينج ده بيعتمد على وجود سنسور موجود في الغلاف نفسه وموجود في عينة الطعام بتاعتي هاخده بالتفصيل دلوقتي بيقدر يهلفت نظري لان الطعام ده هيحصل له تلف بعد قد ايه طيب التلف بالنسبة لي انا كشخص ايه الطعم الريحة اللون تمام اه تعرضوا ليه مواد بكترية اه لفيروس لميكروب عمتا تمام هغير خواصه كمان خواص البصرية كمان مجرد ما بوص فيه ابوص هلاقي حصل زي عفن اه جبنا الارش مثلا الكون على وشهريم بقى شكلها مش طبيعي تمام فبالتالي دي تعتبر من الخواص البصرية بتاعتي طيب انا دلوقتي هستخدم تغليف زكي التغليف ده بسميه باستخدام مواد نانومترية ايه هي بقى المواد النانومترية اللي انا ممكن استخدمها كمؤشرات او كاجهزة استشعار تقدر تحليل الغذاء ده او تقولي الغذاء ده سليم وفيه صحة وسلامة ولا لا تمام طيب من ضمن العوامل بتأثر على طلف الطعام دي انا قلتها قبل كده قلت لك طلف الطعام يعني بتقل الصلاحية بتاعته زي تعرضه ليه المكروبات زي تعرضه ليه اه تغير في اللون والطعم والريحة ويمكن اه اللون والريحة باعتبرها خصائص فيزيائية اما الطعم بيجمع ما بين الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية لان الطعم ده انا لما بدوغه حصل تغير كيميائي في الطعام اتفاعل مع حاجة فمجرد التفاعل ده تغير كيميائي تمام ومجرد اللزاعة اللي بتبقى موجودة في الطعم ده اسمه تغير فيزيائي تمام ايه العوامل الفيزيائية التي تؤثر على تسوس الاغذية ايه العوامل الفيزيائية يعني ايه عوامل الفيزيائي خصائص فيزيائية ما قدتش الى تفاعل كيميائي ما حصلش عندي تفاعل كيميائي تمام قال لي زي الرطوبة الرطوبة زي الميا زي درجة الحرارة تعاد كده لما تيجي تجيب حاجة وتغسلها لو جبتوا الطماطم وغسلتها وحطيتها في التلاجة هتبصت لقاها تطرى بسرعة طب جرب كده او بعد ما تطرى تبتدي بقى درجة العفن بتاعتها وبعدين تتحول بعد كده الى زي ميا سيلة كده فبالتالي خلاص اختفت ما عادش لها لازمة تمام حصل لها ارتفعت درجة الحموضة بتاعتها طيب ده من ضمن العوامل اللي بسميها العوامل الفيزيائية طب تعالى جربت عين كيس التماطم وانت لسه جابهم السوق اللي هم اصلا جابينه من الارض الزراعية وحطيته في قلب الكيس زي ما هو ودخلته التلاجة وقارن بين اللي انت غسلته في قلب طبق وقارن بين اللي انت سايبه وهو جاي من الارض الزراعية وسايبه زي ما هو وعمل ده نفس المعاملة وحطهم الاتنين في التلاجة هبصت لقيل اللي انت غسلته قلت فترة الصلاحات بتاعته بص بعد يوم او اتنين اما التاني اللي ما تغسلش ممكن يكون قعد اسبوع تمام طيب مجرد ان حدوث تلف ميكروبي للطعام زي حدوث تفاعل بكتيري زي حدوث تفاعل ميكروبي زي حدوث عفن كل دي تعتبر من الخصائص اللي بتقدي الى اضعاف او تغير من خصائص الطعام تمام طيب انا عايز بقى اعمل اعاقة لنمو المواد البكتيرية دي ما خليهاش تنمو اقلل من النشاط الكيميائي اللي ممكن يحصل اقلل من النشاط المائي او من دخول الرطوبة لها او من درجة الحرارة احد من درجة الحموضة اللي ممكن تحصل استخدم المواد الحافظة المناسبة مش بس كده استخدم كمان التغليف المناسب بتاعي طيب استجابة الكيميائية جماعة لسه كنت بقول من نوع الازواء يعني المزوق ولا درجة الحموضة ده يعني حصل عندي تفاعل كيميائي فطبعا مجرد ان في حموضة لازم يبقى فيه ريحة تمام يبقى التغير في درجة الحموضة نتيجة ليه نمو الميكروبات ده يعتبر تغير كيميائي انما الزناخة في اللون زي التفسع او تغير اللون ده يعتبر تغير فيزيائي انما الاكسادة نفسها او تفاعل الاكسادة اللي ممكن يأصل نتيجة للنشاط الميكروبي او نتيجة لتغير في درجة الحرارة تغير الحرارة ده تغير فيزيائي اما النشاط ذات نفسه الميكروبي نتيجة لتغير في درجة الحرارة وزي ما بقولي اللزاع او حدوث اكسادة ده بسميه تغير كيميائي طب اكسادة زي ايه لو انتوا فاكرين قلتلك لو انت قطعت طفاحة نصين وسبتها في الجو كده هبصت لها كمان شوية بقت لونها بني تمام شوية بقت احمرت وبعدين بقت بني وبعد كده بقت البني الغامق وممكن تقلب للأسود ايه اللي حصل حصل اكسادة حصل تفاعل اكسادة ان الحديد اللي موجود في قلب التفاح اتفاعل مع اكسوجين الهواء الجود وكون اكسيد الحديد طب الحل ايه هنا اقولتلك قبل كده لو عملت كبات ماء بسكر وحفظت التفاحة دي تحت الماء بسكر مش هيحصل لها ان يتغير لونها او لو جبت لامونة وحطتها على سطحها ده انت على سطحها عملت بمسابة طبقة واقية ليها بحسن الجودة بتاعتها ازود من فترة الصلاحية بتاعتها بدل مضبوص بسرعة اتغلي على العامل اللي هو عامل درجة الحرارة وعمل الاكسادة ومحتوى الرطوبة تمام محتوى الرطوبة انا حفظتها في ماء طب هل التفاح اللي انا حفظتها في ماء هتعيش بنفس التفاح اللي انا لسه جايبها من الارض وما تلمسيتش يا دوبة حطت في درجة تلاجة حفظت عليها لا طبعا دي اللي موجودة تحت الماء بالتالي برضو رغم ان هي معتفز بيها وما حصلهاش تفاعل اكسادة الا انها تقل درجة الصلاحية بتاعتها عن ان انا محتفز بيها ناشفة وجفة نتيجة لموضوع الرطوبة تمام طيب احنا عندنا وكلنا عارفين اننا ايه بنعمل عملية تعقيم او ومعظم عمليات التعقيم اللي بتتم يا جماعة بتتم بالسيلفر نيتريت لان السيلفر لها خواص قوية جدا في عملية الاستراليزيشن او عملية التعقيم او انه يمرر هوى سخن عليه تمام طيب مواد تغليف المواد الغذائية دي او طول تغليفها او المعدات اللي انا بستخدمها في التغليف او الاجهزة اللي بستخدمها لضمان سلامة الغذائي كل دي بيدخل فيها المستشعرات بمعنى ان انا ممكن اعمل عملية التغليف احط فيها سنسور نانوي ممكن اعمل معدات التغليف وانا بحضر المعدات نفسها بصنعها ذات نفسها اه احط فيها اه مواد نانومتري طيب الاجهزة المساعدة لضمان سلامة الغذاء طب مش انا بحطها في تلاجة انا عايز التلاجة دي تكون مضادة للضوء يبقى حط فوتو كتالسيز مثلا اعمل الكفر بتاعها او اعملها زي تلاجات العرض تكون معمولة من الزجاج الزجاج دي يكون من مادة نانومترية زي السيليكون اوكسايد اللي بتستخدم في صناعة الزجاج اللي هي السيليكا تمام اه كمان لازم احفظ على الخصائص الميكانيكية اللي انا اعتبرتها قبل كده اللي هي طريقة النقل عشان ما يحصلش انفجار في العبوات وهكذا تمام طيب انا دلوقتي هعمل عملية تغليف او عملية كوتنج بمواد نانومترية عملية التغليف دي بتعمل لي ايه اول حاجة مجرد ان انا عملت سمارت كوتنج او ولاف زكي يعني فيه سنسور بيديني مؤشر مؤشر لو الطعام ده بيتأثر بيه الخصائص البصرية بمعنى لو بيحصلوا عفن فالاول لما تيجي يبتدي نمو البكتيريا لحصول العفن يبتدي يديني انذار او يديني مؤشر او المستشعر بتاعه يبتدي يديني اشارة ويقول لي ان انا مثلا الربط او وكون مزبط او عامل برنامج برمجة للمستشعر بتاعي من خلال البرمجة دي اعرف المستشعر بتاعي من خلال زبطه يقول لي انا هديكي انذار قبل ما الغذاء يتلف بتلت تيام بحيث ان انت تقدر ان انت تتخلصي من نوعه وتصرفيه او هديكي انذار قبلها بخمس تيام وهكذا ده مين ده البرمجة اللي بتتم على المستشعر النانوي نفسه اللي هو قد يكون مصنوع من الدهب او من الفضة او ايا كان هاخد دلوقتي طرق تصفير المستشعر النانوي ايا كان مصنوع من ايه لازم المستشعر النانوي ده يديني انذار انذار ازاي ببرمجه بعمل له برنامج برمجة اقول له والله قبل الغذاء ده ما يبوز مثلا بتلت تيام اديني انذار تديني انذار ضوئي تديني انذار صوتي تديني انذار قهربي وطفر هتديني الانذار من اي نوع تمام طيب كل اللي بنتح تكلم عليه دلوقتي بنتكلم على اننا هنستخدم مواد نانومترية تعمل سمارت كوتينج يعني تغليف زكي السمارت كوتينج او الغلاف الزكي ده لازم يكون مقاوم بقل الحرارة مقاوم الرطوبة مقاوم القصائص الفيزيائية اللي ممكن تحصل زي التغير فيه اللون في الطعم في الريحة وهجز فقال لنا المواد اللي بتستخدم كمستشعرات نانوية اكاسيد الحديد جسيمات النانو بارتكل المصنوعة من اكاسيد المعاد اكاسيد المعاد عمتا دي كلها مستشعرات نانومترية الطين النانوي اللي انا قلتلكم اللي هو عندكم بتسموه في حلب البايلون الطين النانوي ده له انواع انواع قد تكون هيدروفلك او محبة للمية وقد تكون هيدروفوبيك يعني بتكره المية طب اللي بيحب المية هيفيدني بقى يا دكتورة الطين بطبيعته هو مادة نانومترية تمام هو اصلا نانومتر زي المونتومولايت وزي الكالونايت وزي البنتونايت تمام كل دي مواد او طين نانوز بنسميه الكلان تمام طيب انا هستخدمه لما بيكون بيحب المية استخدمه ازاي بحوله لمادة يا جماعة هيدروفوبيك وده مشروع التخرج السنة دي مع الطلبة فتوحي بيحولوا البنتونايت من هيدروفوبيك لهايدروفوبيك بيحولوه ازاي بيستخدمه اي مستشعر ارجانيك او اللي بنسميه سيرفاكتانت فبيحولو الى طين عضوي تمام زي الامينات زي الفوسفات وما استخدمه معايا الطريف النايل فوسفيد زي ايه تانيه زي انابيب الكربوني النانومترية وبرضو يعني احنا ما عندناش تكنيك هنا في مصر او امتن الدول العربية الفقيرة ما بتقدرش ان هي تصنع بيبقى عندنا في مراكز بحسية معينة وبتبقى غالية انابيب الكربوني النانومترية وطبعا في منها سينجل وول يعني بقدار واحد وفي منها بالدبل وول وهكذا تمام فطبعا انا ما بلجأش لها بحب الحاجات اللي بتبقى من الطبيعة واحب اشتغل ويستي شيل ويست يعني ايه ويستي شيل ويستي يعني حاجة زي نشارة الخشب زي مصصط القصب زي زي كل ده اقدر ان انا استخدمه انت ممكن تستخدم النانو كليك كمستشعر نانومتر طيب النانو كلي بيقول لي ان هو مستشعر بيساعد على امتصاص الاكسوجين يعني اقدر ان هو استخدمه يقول لي الغذاء بتاعي ده مص اكسوجين بنسبة ايه مش بس كده قال لي ده بيمنع غزو الاكسوجين الى الطعام بنسبة 50% والرطوبة بنسبة 90% طب ايه رأيكم لما بحط فكرة هنا حد يعمل فيكم مستشعر نانوي تمام من النانو كلي ونحط عليه مثلا نانو سيليكا ونشوف الشغل ده موجود ولا لا او نحط عليه مادة فوتو مستشعر ضوئي زي مثلا اللي نسلم زينك في الرأي ده مستشعر ضوئي كويس جدا مادة فوتو كتالسس فعلا كويسة جدا وحطها على النانو كلي وحطها على السيليكا واصنع منها مستشعر نانوي وروح لحد يعمل لي برنامج برمجة ويزبط لي المستشعر النانوي ده انه هو يبقى يقول لي انه هو مع الضوء يتعامل مع الضوء فقول له اعمل لي برنامج برمجة ان الغذاء ده لما يقرب انه هو يبوز مثلا يديني مستشعر قبلها بتلات يام مثلا او قبلها بيوميت تمام ورجل بتاع برمجة بتاع كمبيوتر يخش معايا من خلال الشغل اللي انا عامله العينة اللي انا عاملها ويحاول هالي السنسور تمام تمام ايه تاني اللي بس تستخدم المواد النانومترية طبعا على الحفاظ كمضادات للأكسادة تمنع النية تمتص الأكسوجين طب يا دكتور انا بمنع الطعام يمتص الأكسوجين ليه وانا مش لسا بقولي التفاع يسود فبالتالي نتيجة للتفاعل الحديد اللي جواه مع الأكسوجين وهكذا ايه تاني اللي انا ممكن استخدمه استخدمت الطين النانوي او النانوكلي ممكن استخدم جسيمات الفضة النانومترية الاجي نانو بارتكلي ممكن استخدم جسيمات الدهب النانومترية انا روح اشتغل على دهب علشان اغلب به طبعا املاحي الدهب على فكرة غالية جدا تمام يعني احنا لسا جايبين 25 جرام فضة بحوالي 1200 ولا 1300 جنيه ولكن لما بتكونوا مثلا حطين بروبوزل او شغلوا كلكم مع بعض وممكن كلكم احتاجين السلفان نيتريت تشتركوا مع بعض وجبوه فكل واحد هيدفع ايه يعني مبلغ لا يسكر تمام يبقى اكسيد المعادن عمتا باستخدمها كمستشعرات ايه تاني النانوكلي باستخدمه كمستشعر انا بيه بالكربون النانومترية باستخدمها كمستشعرات نانومترية من ارخص واحد في دوليا دكتورة نقدر نشتغل عليه اكسيد المعادن والنانوكلي تمام طبعا انا بوضح ايه كل حاجة ما زيها وعيوبة وليك خرية الاختيار ممكن انت تعمل مستشعر مضادل المكروبات فعشان مضادل المكروب لازم يكون في فضة لان احنا متفقين ان الفضة والزنك لهم خاصائص انتي ميكروبيا العالية جدا خاصائص مضادة للمكروبات عالية جدا فخلينا نتفق ان احنا لو عايزين مستشعر مضادل بكتيريا مضادل فطر مضادل ممكن نستخدم الفضة ممكن نستخدم الفضة والزينك ونغير التركيزات بتاعتها ونحضر المستشعر النانوي بتاعنا ونروح لبقى واحد بتاع برمجة يزبطه ويبقى سنسور وابتدي مثلا اجيبك سن طماطم واشوف فرق الطماطم دي من الطماطم دي اجيب طماطم وجبنة وفلفل وخيار واركب عليها المستشعر واشوف اجيب قطع لحمة مختلفة واشوف عليها المستشعر النانوي يبقى اذا ان اهم الخصائص لتغليف المواد النانومترية او السمارت ان انا احط مستشعر تمام طيب عشان اغلف لازم اوفر معلومات عن جودة الغذاء او المنتج الغذائي بمعنى انا جبت طماطم والمعروف او المعروض في البيوت ان الطماطم اخرى يومين ثلاثة طيب لو انا قدرت احط مستشعر يحافظ عليها من خلال الغلاف بتاعي اللي انا حطه ده وقدرت احافظ عليها سبعة ايام يبقى انا كده كويس طب لو قدرت وهي موجودة على الرف من غير ما دخل في تلاجة وتكلفني كهرابة وتكلفني اقتصاديا واروح اشتري تلاجة انا ما معيش فلوس طب انا ممكن اخلي المستشعر بتاعي يقوم بالدور ده تمام يبقى ممكن كمان اصنع مستشعر يساعد على تمرير البروضة للغذاء بتاعي تمام طيب خليني اقول برضو من ضمن الحاجات اللي انا اللي انا ممكن اعملها كقدرة على الاستشعار او ازاي استخدم تقنية النانو في انها تبقى لها الكترة على الاستشعار ان في مستشعرات نانوية تعتمد على قلية النقل الكيميائي يعني ايه على قلية النقل الكيميائي يا جماعة بمعنى انا عامل مثلا اه وليكن عايز عامل غذاء مثلا وعايز بعد عشرة ايام اه امرر منه شيء من الميا عشان ما ينكمش وليكن التفاح حطت التفاح في طبق فل ومغلفه فبعد فترة بيبتدي يفكد جزء من المياه بتاعته وينكمش طب انا مش عايزه ينكمش او مش عايز يحصل ان هو يفكد جزء من الرطوبة بتاعته تمام ممكن اعمل قلية نقل كيميائي يعني احط مستشعر يوفر كمية من المياه تدخل داخل التفاح فمتعوض عندي الفقد من انه يحصله انكماش تمام طيب معايي جماعة لغاية كده مستوعبين طيب تمام تمام الله المستعب طيب ايه بقى اه على سبيل المسال انه كنت لما كنت بقول بقول تغير في اللورة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه تقبل الله طيب ايه تاني ايه تاني ممكن من المستشعرات اللي انا ممكن استخدمه دلوقتي انا كنت لسه بقول ممكن استخدم اكاسيدي المعادن ممكن استخدم النانو كلي طيب لو عملت خلطة من النانو كلي والنانوسيليكا او النانو كلي والنانو ثليلوز وعملت المستشعر بتاعي وعملت برنامج البرمجة وقلت له والله اديني انذار الطعام ده مثلا لما يتعرض للضوء اديني انذار قبل ما يتلف بثلاثة ايام وعملت المستشعر بتاعي طيب ايه المستشعر تاني اللي انا ممكن اعمله ممكن استعمل اعمل مستشعر حيوي قايم على المستقبلات البيولوجية تمام؟ زي مين؟ زي الانزيمات او قايم على الاجسام المضادة الانتيباضيز تمام؟ وخليه المستشعر بتاعي داي الفتلي النظر لما تكون حصل تغير فيزيائي في الطعام تغير كيميائي في الطعام تغير بصري في الطعام تمام؟ واحنا متفقين بقى تغير فيزيائي لون وطعب وريحة تمام؟ طيب ممكن الريحة برضو تدخل معايا في التغير الكيميائي ان حصل تفاعل كيميائي فادى الى حموضة تمام؟ طب خصائص بصرية زي حدوث عفن زي حدوث تكون طبقه صودة مثلا ساعت كده نفتح الطعام ونقول ايه ده ده متكون عليه طبقه تريم طب تعالى كده شوفوا باز ولا ما بصي تمام؟ طيب انتي قلت دلوقتي اكاسيدي المواد النانومترية كلها بتستخدم في التغليف الزكي ده او للطعام عشان نقدر نعمل مستشعر نانومترية وقلت ان انت نقدر نغلي في المواد النانومترية بسبارت ماتيريا طيب زي مين تاني؟ زي كاسيد المعادن والدهب والفضة طب ليه الدهب وليه الفضة؟ ميزة الدهب يا جماعة والفضة انهم لهم بلازمون يعني لهم تغير لوني بيتغيروا معاها تغير الوسط المحيط بيهم تمام؟ فبالتالي لما يحصل تغير في الوسط بيتغير اللون خلينا متفقين ان الدهب النانومتري لونه احمر مش اصفر زي لون الدهب الدهب النانومتري لونه احمر والفضة النانومترية لونها اصفر ويمكن انا لفضت النظر قبل كده قلتلك كلما زال حجم النانو بارتكل ذات نفسه زادت في الحجم بتاعها بيتغير اللون فيخش على الاحمر فعلى البني فعلى اللون الاغمع من كده وتوصل للاسود لو وصلت الاسود ما بقتش نانو يا جماعة يبقى دخلت في البلكي ماتيريال ودخلت فيه رينج المايكرو ياريتنا حفظ على المعلومات اللي انا بقولها بتاعي النانو دي عشان وانت بتحضر طول ما انت بتحضر اللون الاصفر الفاتح فالاغمع فالبني انت كده فرينج النانو للفضة طيب دخلت في اللون الاسود دخلت في البلك ما بقتش نانو طيب الدهب النانومتري بيبقى لونه اللون الاحمر وبجي يتديرك في درجة الحمار لغاية ما يوصل لدرجة من درجات الموف الفاتح والازرق تمام طيب لو دخل الدهب في اللون الاصفر اللي هو زي الدهب اللي بنلبسه في الحلي يبقى خرج من رينج النانو تمام طيب ايه تاني قال لي الجسيمات النانومترية المغناطسية اللي هي اكاسيد الحديد يا جماعة اكاسيد الحديد زي اكاسيد الحديد السنائي واكاسيد الحديد السلسي تمام طيب قال لي اجهزة الاستشعار بتاعتنا اللي انا لسه متفق عليها اللي هي ممكن تكون بتتكون من اكاسيد معادن بتتكون من انابيب الكربوني النانومترية بتتكون من الكلي بتتكون من الدهب بتتكون من الفضة تتكون من الدهب والفضة مع بعض تتكون من الدهب والفضة والحديد كل دي افكار رسائل تقدر ان انت تعمل منها مستشعر نانوي وتعمل له برنامج برمجة ودي هتبقى ميزة حلوة قوي في ان انت هتصنع المادة بس وتروح له راجل بتاع كمبيوتر يعمل لك برنامج برمجة قوله عايز احاول المادة دي لسنسور يبرمج عندي. تمام? ومن خلال عملية البرمجة اللي انت شغال عليها هتقدر تحدد الغذاء بتاعك قوله يتلف بعد ايه عايز يديني انذار او زي جرس الموبايل يديني انذار بعد ثلاثة بعد سبعة بعد عشرة وهكذا طيب فيه كمان اجهزة استشعار غازية بمعنى يعني ايه غازية? يعني زادت نسبة الاكسوجين جوه او زاد ضغط الاكسوجين جوه الطعام فتديني تبتدي تديني تقولي انا مستشعر ليه غاز الاكسوجين وهكذا طيب ايه الانواع المختلفة من اجهزة الاستشعار النانومترية? حاجة الكترونيك حاجة الكترونية مستشعر الكتروني مستشعر ميكروبيل زي الفضة غاز سنسور مستشعر للغازات يقولي الغاز الاكسوجين هنا دخل ولا مدخدش ولو دخل دخل بنسبة ايه? ديكشن للتوكسيكن والبيستيسايد ايه المضاد للحشرات ديكشن للتوكسينز للمواد اللي بتسبب اكسادة وتسمم بعد الاكسادة تمام? زي ميه زي التفاحة لو تأكسيدت وتحاول لاكسيد حديد بعض فترة بتتحاول لمادة سامة مينفعش ان انا كلها او التايم تمبريتشار سينسور اللي بسميه تي تي اس او التايم تمبريتشار سينسور يعني سينسور بيعتمد على التايم والحرارة تمام? طيب مستشعرات الاكسوجين النانومتري مستشعر اكسوجيني زي مين? انا عايز اعمل مستشعر الاكسوجين يقولي التفاحة دي هتتاكسد بعد قد ايه? وهتدين اللون البني بعد ايه? واللون البني اللي تكون ده قادر استشعره بايه? قال لي تقدري تكوني مستشعر للاكسوجين نانومتري من اكسيد التيتانيام او اكسيد الزينك او اكسيد الانتمن تمام? طيب المستشعر ده هيبقى عبارة عن ايه يا جماعة? هيبقى عبارة عن سبغة? خلاص? بحضر مستشعر عليه سبغة السبغة دي تبتدي تتغير لونها فاتغير معايا المؤشر ذات نفسه بمعنى هعمل مستشعر نانوي من الفضة مستشعر نانوي من الفضة لونه اصفر طيب اداني لون ايه سود؟ يبقى ازا بدأت حالة الطعام تتغير من خلال ايه؟ من خلال المبرمج بتاعي اللي انا بقوله فقال لي فيه عامل اسمه العالم ميلز هو وزملائه عمله مستشعر غير جراحي بيعتمد على اكسيد التيتانيوم النانومتري اللي اكشف على الاكسوجين في عبوات الطعام يعني ايه مستشعر غير جراحي؟ يعني ايه؟ هبدي يعرف يعني ايه مستشعر غير جراحي؟ يعني دكتورة بيمكن ان اندخلوا ايه جسم بدون ايه؟ بدون ايه؟ بدون ايه؟ بدون عمل جراحي ماشي؟ يعني ممكن نبدو عن طريق الاكل اولا طيب انا هبسط الدنيا شوي اه ممكن دكتورة يعني انه غير مباشر يعني مثلا انه عمضات يعني ممكن يعتمد على طريقا لاسلكية فهو كده كده ما هو كده كده المستشعر هو كده كده بيبقى بيعتمد على طريقة لاسلكية زي مثلا التكتفون اللي عندي في البيت دوت او الانترقام او لما بيضرب مثلا انا بستشعر انا كشخص ان فيه حد واقف على الباب تحت صح؟ طيب انا حسيت بقلم ايه اللي حصل مجرد استشعاري بالقلم ده؟ ده انا بقى هبتدي اروح للدكتور الدكتور بقى يقول لي ايه دي مثلا لقدر الله زي ده فانت عايز عملية جراحية او ساعات دلوقتي بيعمله حقان بيحطه على سن الحقنة نفسه مادة من الدهب النانومتري او الفضة السيرينجة نفسها فبالتالي بيطبقى مضادة للألم تمام؟ فده اللي انا بسميه ايه غير جراحي مفوش تدخل جراحي طب انا التيتانيوم اوكسايد ده هيعمل كمستشعر للأكسوجين ازاي؟ مش هخش جوه علبة التعمزة نفسها وحطه غير جراحي يعني هخليه من بره لمس من بره لا تيزيني ولا ازيك لا هشرطك بالمشط ولا هديك سن سرينجة ولا هطلع منك دم زي ما بيقوله تمام؟ هخليه زي سنسور خارجي غير جراحي يعني خارجي تمام؟ يعني هخليه من بره قال لي تم دمج جزيمات التيتانيوم النانومتريا دي مع سبغة نشطة للأكسادة كسبغة المؤشر ازاي؟ من ضمن المواد اللي بتبقى بتعمل سنسور للسبغة يا جماعة المواد الفوتو كتاليسيز يعني ايه الفوتو كتاليسيز؟ المواد الحصصة للضوء تمام؟ المواد الحصصة للضوء دي بتبقى بمستشعرات كبيرة جدا للسبغة زي الميسيرين بلوت سبغة الزرقة او السبغة الحمرة كل دي الوان سبغات بيبقى الفوتو كتاليسيز دي مستشعر ليا ويمكن ترق علي فكرة دلوقتي ممكن حد فيكو ياخدها لرسالة ماجستير انا محضرها لانسانم زينك في الريت وده مستشعر كويس جدا للضوء ممكن يحضر الانسانم زينك في الريت ده ويروح حطه على نانو سليلوز او يحطه على نانو سليلوز مع سيليكا خلطة او يحطه على بتاع دوت كلي على سيليكا ويعمل منه مستشعر نانو متري ويشوفه طيب انا مش هقدر اروح لبتاع برمجة برمجة عارفت ممكن تعمل ايه؟ الفكرة دي طرقية دلوقتي ممكن تعمل فيلم غطى كفر وتغطي بيه تغلي في التمطمية دي بالمستشعر النانوي اللي انت ما تحضره وتغلي فيها التمطمية دي بكيس بلاستي وتشوف فترة صلاحيات دي وفترة صلاحيات دي وممكن تعمل سنسور من اللانسانم زينك في الريت فيلم من اللانسانم زينك في الريت بس وممكن تعمل لانسانم زينك في الريت على سليلوز وممكن تغير نسبة السليلوز للانسانم زينك في الريت وتغلي في انت بايدك كده من غير اللي بتاع برمجة ولا حاجة وتشوف انت درجة الصراحية وتشوف درجة السلامة بتاعتها دي فضلت سليمة فترة قد إيه ودي قد إيه وتدرس الخصائص الفيزيائي بتاعتها تدرس الخصائص الكيميائية بتاعتها دمام؟ طيب عايزة بقى شوفي الميكانيزم اللي بتقول عليه اللي بتقوم عليه المواد النانومترية دي قال لي المواد النانومترية دي لها ميكانيزم علشان تقوم به بص كده معايا الميكانيزم ده بص يا جماعة عندنا أي مادة نانومترية لها القدرة أو التحفيز الضوء ده التيتانيام اوكسايد وزي اللي نسلم زينك في الرائط اللي أنا كنت بقول ممكن تاخد التيتانيام اوكسايد على فكرة وتحطه على نانو سليلوز وتشوفه برضو تعمل منه غلاف مستشعر نانوي ممكن تاخد التيتانيام اوكسايد على النانو سليلوز مع السيليكا كل دي مواضيع يعني أنا بفتح لك للي حابب يشتغل شغل نانو في الرسالة بتاعته تمام طيب التيتانيام اوكسايد ده في ميزة إنه هو لما يسقط عليه الضوء بيحصل له حالة إسارة يعني إسارة يعني إجزايتيشن فييجي إلكترون موجود في المدار الخارجي بالتيتانيوم أكسيد ويروح ناطط لفوق المسافة اللي نطها وارتفعها دي مسافة على قد الطاقة اللي اكتسبها اللي هو عرضته للضوء فالضوء ده عبارة عن فوتونات فعمل عملية إجزايتيشن أو إسارة فالبشا ده طلع من المصار اللي تحت للمصار اللي فوق نتيجة المين؟ نتيجة لأشعة سقطة عليه قد تكون أشعة بقى فوق بنفسجية قد تكون تحت حمرة قد تكون على فكرة ممكن إن انت تستخدم لمبة ليد ولمبة زينون ولمبة فلورسيند وتغير في الفاكتروز بتاعتك تمام؟ فعملية الإسارة بتاعته بتتم من البالانسي باند للكوندكشن باند فأصبح بيوصل دلوقتي وهو ماشي من البالانسي باند للكوندكشن باند نقل الإلكترون سب مكانه فجوة بسماه هون فجوة نتيجة الانتقال الإلكترون للمستوى الأعلى نتيجة الطاقة اللي سقط عليه اللي عملت إسارة أو إجزايتيش سب مكانه هنا في البالانسي باند وانتقل للكوندكشن باند طيب مجرد إنه سب مكانه سب مكانه هول أو فجوة وانتقل للمستوى الأعلى نتيجة المين؟ نتيجة للضوء الساقط طيب انتقاله للمستوى الأعلى ده يعني إيه؟ يعني إنه بقى في فترة الكوندكشن يعني فترة التوصيل والله أعمل منه بقى مستشعر حرارة وأقوله استشعر للحرارة أعمل منه مستشعر ضوء إيه؟ أعمل منه مستشعر بسط طيب كنت لسه بتكلم دلوقتي وبقول على اللي هو طريقة عمل الفوتو أو المستشعر الضوءي أو المستشعر الحراري وهكذا إن بيحصل إن المادة بتاعته النانومترية تمتص طاقة فالطاقة دي الميكانيزم بتاعتها قيم على تحرك الإلكترون من البالانسي بوند أو اللي احنا بنسميها فجوة التكافؤ إلى فجوة الكوندكشن بوند اللي هي فجوة التواصل القهرابي أو الاتصال فينتقل الإلكترون من المستوى الأقل للمستوى الأعلى نتيجة إصارة أو عملية إجزايتيشن نتيجة الإصارة دي بيسيب مكانه فجوة وهو الإلكترون بقى في مستوى الطاقة الأعلى طيب نتيجة لمستوى الطاقة الأعلى إيه اللي حصل؟ حصل تفاعل أكسيديشن فأصبحت الميسيلين بلوه بعدما كانت لونها أزرق بقت لونها أحمر تمام؟ يبقى ده مستشعر نانوي فوتو متري يعني قيم على عملية ضوئية تمام؟ طيب عايزة أخليه مستشعر قيم على الحرارة هناخده دلوقتي طيب إيه يا مستشعرات الأكسجين اللي ممكن تقولي إن أنا عندي أكسجين أو تنبيني لو دخل الأكسجين للطعام زينكو أكسايد الأنتيموني أكسايد كل ده قلي قادر أعمله إيه؟ قلي تربطي بميسايل أمين مع سلاسي ميسايل أمين يا إما تربطي بميسايل أمين أو سلاسي ميسايل أمين ليه؟ قلي لأن دي مركبات عضوية الأمين يا جماعة أو الأمينات مركبات عضوية أنت درستوا أورجاني خلاص؟ طيب إيه تاني؟ قلي الزينكو أكسايد كل دي مستشعرات للأكسجين زينكو أكسايد سواء كانت نانو أو مايكرو رود يعني إيه مايكرو رود؟ يعني أبارة عن عدان أو عصيات في رنج المايكرو مايش نانو هاي؟ تمام؟ قال لي ممكن تكون برضو أكسيد الأنتومني جنبا إلى جنب ليه؟ الزينكو أكسايد أو جنب إلى جنب للسلاسي ميسايل تمام؟ كل دي مستشعرات نانومترية بتستشعر مين؟ الأكسجين طيب إيه رأيك هنا؟ دي عندنا حتة لحمة قطينا هنا المستشعر النانوي جوه وعليه من بره أو على الغلاف من بره المستشعر النانوي لونه أزرق دي الصورة إيه؟ طيب هنا الصورة بيه؟ المستشعر تغير شكله بقى فارغ أو أبيض شوية طيب هنا المستشعر زي اللحالة الأولانية طيب هنا مستشعر أبيض جوه وأزرق جوه إيه الفرق؟ بص كده معايا قال لي الصورة ألف عبارة عن الحزمة المختومة حديثة يعني أنا لسه مغلف حالا فكل المؤشرين لون هم أزرق تمام؟ طيب الصورة بيه؟ قال لي تظهر بعد تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية بدأ تنشط بالأشعة فوق البنفسجية تمام؟ طيب بعد بضع دقائق قال لي المؤشر بالخارج من الطرد يعود إلى اللون الأزرق في حين أن المؤشر في الغلاف الجوه إرخالي من الأكسجين نونه أبيض بصت الفكرة إزاي؟ طيب تعال بص كده على الصورة جيم ليه مثلا هنا ABC صورة جيم قال لي حتى يتم فتح العبوة في هذه الحالة يسبب تضفق الأكسجين في تغييره مرة أخرى فيتحول للون الأزرق هنا المستشعر قنفاضي هنا بدأ يخش له أكسجين فبدأ يتحول للون الأزرق طيب رقم دال قال لي أن أنا بقدر أستخدم النظام ده للكشف بسهولة عن وجود تسريبات في كل حزب يعني إيه وجود تسريبات؟ يعني دخل الأكسجين دخلت مية الرطوبة عالية زادت درجة الحرارة تمام؟ طيب أنا ممكن أعمل إيه أنا؟ مش محتاجة أعمل المستشعر ده يا جماعة أعمل غلاف ذات نفسه هو المستشعر بتاعي أعمل الغلاف نفسه وصدقوا الفكرة إزاي؟ وأروح جايما أغطي بيه اللحمة بتاعتي أعمل الغلاف هنا لنسانم زنك فرائت لنسانم سنك فرائت ونانوس اللوز لنسانم زنك فرائت ونانوس اللوز وسيليكا لنسانم زنك فرائت ونانوس اللوز خمسين في المية وسلوك 25% واللنسانة 25% وغير في النسب واشوف مش هنغطي بقى لحمة نغطي طماطم نغطي فلفل وطفر تمام طيب ايه تاني من العوامل اللي بتأثر عندي على درجة الحرارة على التلف الغذاء درجة الحرارة تعتبر من العوامل اللي بتأثر على سلامة الغذاء وعلى جودته طيب لما بنيجي في الصيف في درجة الحرارة العالية ايه ايه ها حط الاكل في التلاجة طب لو التلاجة ما لقدر الله حصل فيها ظروف او ما بتتلاجش او حصل فيها اي مشكلة ايه الحل فقال لي والله ممكن نحط مؤشر لدرجة حرارة مؤشر درجة الحرارة ده يكون زمني ومؤشر متبرمج بيقوم على عملية البرمجة طب المؤشر ده مصنوع منين من الفضة والايو نانوروت طب لو انا صنعتهم الفضة لوحدها واشوف وصنعتهم الذهب لوحده واشوف وصنعتهم الذهب والفضة واشوف تمام ومرة من زي ما بقولي المواد النانوكلي مرة من انابيب الكربون وهكاس تمام طي في حاجة اسمها تي تي اي او اي هو بقى المستشعر بتاع النانومتر اللي انا حضرته ايه مبدأ العمل قال لي مبدأ العمل بتاعه ان انا اصنع عصيات او عدان او مواد نانومترية من الفضة واصنع منها من الذهب واغمر العدان دي في كلورو اسيتايل سولاسي ميزايل امونيوم فقال لي اللون ده هو بيبقى لونه احمر طب حصلت له عملية اصارة ايه اللي بيحصل؟ قال لي بيتحول للون مختلف تماما اللي هو مين؟ قال لي بيحصل تدرج في اللون يتحول من اللون الاحمر للبرتقاني يبقى لما يتحول للبرتقاني بدأ يحصل عندي تغير ابتدأ الفة نظر طب حت حول للاصفر ورح على الاخضر الاخضر ده اخر مرحلة بتقول لي ان انت وصلت للمرحلة اللي بعد كده خلاص طلف الطعام وهنا جايب علبة لبن اهه وجايب لما حصل عليها ميكروبيا الجروس السنسور بتاعه كان لونه نبيت شوي ولما حصل فيها كان مستخدم التايم تمبريتشار انديكوتور اداته انزال لما بقى احمر طب والاخضر الاخضر ده بيقول لي ان انت خلاص الطعام في اخر مرحلة له وبدأ انه هو يتلى تمام؟ طيب فيه مستشعرات لإيه تاني يا جماعة مستشعرات للميكروبيا المواد الانتي ميكروبيا احط انتي ميكروبيا مستشعر من مادة تقول لي هو هيحصل نموه ميكروبيا هنا بعد قد ايه طيب هحط المستشعر اللي بيقول لي هيحصل نموه ميكروبيا قد ايه من اين بقى؟ متفقين ان هو فضة او زينك فيه مواد تانية فيه مواد تاني بس الناس اللي انا اشتغلت معاها من خلال خبرتي في الانتي ميكروبيا كل ما يكلموني يقولولي حط النفضة او زينك تمام؟ تمام على سبيل المثال المثال ليه مستشعر نانومتري خلاص؟ مستشعر نانومتري من ايه؟ الكائنات الدقيقة قال لي مين؟ قال لي جزيئات الحديد المغناطسي استخدمها وربطها بجزئ سكر واستخدم سبغة فلورية يعني ايه سبغة فلورية؟ جاية من فلوريسنس يا جماعة ايه هو الفلوريسنس؟ الفلوريسنس اللي احنا عندنا هنا في مصر بنتاريق كده ونقول ايه؟ ده لابس لون بينور ده عامل زي لطفي بينور ويطفي بيبقى لون لو ضي مش عارفة انتو عندكم عندكم اللام اللي هي اللي بتدي الضي الاخضر الفاتح دي الفوسفوري هو ده بقى فعلا انت جبتي اللفظ الصح يا بشواندس بنسميها فلوريسنس فسفوري ده جاية من الفلوريسنس يعني ايه فلوريسنس؟ يعني له لون فسفوري اللون الفسفوري ده شرط يبقى اخضر؟ لا ممكن يبقى فسفوري على اللون البنبة فلو ضي كده فعلا ضي الفسفوري تمام؟ قال لي لما عملت سنسور للمواد الانتي مايكروبيال دي لقيته ان عزل ثمانية وتمانين في المية من الاشريكية القولونية اللي هي الدودة القولونية في خمسة واربعين دقيقة فقط مجرد ان عمل تحضين في خمسة واربعين دقيقة اتفاقجي ان هو عزل ثمانية وتمانين في المية طب ما تيجي النهاردة نحط عنوان رسالة تمام؟ ونعمل مستشعر نانومتري ضد البكتيريا ونعمل مستشعر نانومتري ضد الحرارة ونعمل مستشعر نانومتري ضد الاكسوجين ونعمل مستشعر نانومتري ضد الماء ايه رأيكم؟ اربع رسال ماجستير النهاردة هل يمكنكم فيهم حاجة من اللي انا قلتو؟ دكتورة ولو انه تقريب تشبيهي في مجال اللي فهمتو انا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر